عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجماعات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات من جهة أخرى هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المسمى في الفقه الموروس ما دامت خالية من الضرر محققة لمصالح أطرافها كما رجحه المحققون من العلماء وأضافت دار الإفتاء أن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها حتى يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرع العقبات ودفع عجل التنمية المستدامة بأسلوب حكيم بدعم الاقتصاد الوطني وحفزه على الانطلاق والتقدم حذرت دار الإفتاء من خطورة تصدر غير المتخصصين للإفتاء وما ينتج عن ذلك من بلبلة في أمور الشرع وأحكامي وطلبت الدار جموع الشعب المصري بمراجعة الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية في بيان الأحكام الشرعية ممتمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء ولا يأخذوا الفتوى من غير المتخصصين والذين لا يجدون أنفسهم إلا في دائرة التحريم لكل شيء ده حتى الفيسيق حرام عندهم ده حتى أكل مش عارفها كل حاجة حرام حرام بيحرموا علينا حتى مش ممكن يعني الناس يقولولي تسرب شيء كمان على هو حرام أو تتكلف تريفون حرام أو كده يعني الناس يحرموا عليك أي حاجة تنزل البحر ولا بتاع تلبس مايو الشرعي أو ما تنزلش أحسن قولك كده رايح دماغك وليه تنزل ليه تكشف نفسك بيحرموا عليك كل شيء دي الرحمة دين موسطية الدين مش دين عنيف كده مش دين تكفير كده ديننا مش كده شوقتوه والله العظيم شوقتو الدين وسأتولنا فيحلون ما حرم الله وحرمون ما أحل الله بغير علم وهم لا يدرون أنهم بذلك يصدون يصدون عن دين الله دا كلام دار الإفتاء النهاردة ورأيها الشرعي وفتوى دار الإفتاء بالرد على ما قالته الدعوة السلفي والنهاردة هيكون معاك الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزر والشيخ عماد رفع الدعية السلفي والدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي هنتكلم في هذا الأمر لأنه كمان نفهم هي الناس دي عايزة إيه مننا والله العظيم عايزة إيه من البلد يعني نتكلم على الفوائد دي السبع مليار تقريبا السبع مليار دي بتوعي الناس حق حضرتك وهي الناس لما راحت بتدعم بلدها والناس فيه ناس آه ممكن تضع لكن فيه ناس محتاجة الفلوس نتكلم بصراحة يعني آه أنا وديت مليون اثنين مليون ميت ألف عشر تلاف ألف دنيا عشرة دنيا مثلا يعني آه محتاجة الفائدة اللي جاي قالي ما ده موضوع كوي سسمار هو طالب مش حرام خلاص وفيه ناس سألت والشهادات دي مش موجودة في هاي الدول موجودة في الدنيا كلها على فكرة كل الدول اسلامية وغير اسلامية وعربية وغير عربية وموجودة في الدول العربية بمسلميات مختلفة هي نفس الشهادة آه اسمها شهادة مثلا آه مش عارف عشان ما قولش اسماء شهادات يعني لكن واخد اسماء بالزبط طب دي تقول على هي ربع برضو ما تقدرش لا تجرؤ تقول الكلمة دي عندها الدول تقول لهم الشهادات دي اللي انتوا بتعملوها دي اللي بياخدوا فلوسها أنا بقول له لا تجرؤ لها فضيلة الشيخ لكن هنا في مصر اعمل بالبلة شعب طيب وشعب غلبان وقول لهم فلوسكو دي روحوا ادوها آه نسد ديون البلد أنا نسد ديون البلد مش فلوسة الغلابة ان دون الناس انت عارف مين دون وانت اصلا اشترتوا شهادات اشترتوها حد فيكو اشترك قلولي يعني شيء كمان وتكبر الناس ليه وتقول الناس ليه كلام غلط في امور الدين بالذات لان احنا كمان بنترعب من كلام في الدين واحنا الناس طيبين اي حد بيكلم يبقى دا رجل الشيخ فلان فضيلة الشيخ الشيخ لا لا الشيخ قال طالما الشيخ قال يبقى هو الشيخ قال لا الشيخ ما قالش الشيخ مش دا الشيخ اللي يقول عند الشيخ اللي يقول امعروف فضيلة الإمام وعندي إدار الإفتاء وده الشيخ اللي يقول والأظهر ده اللي يقول والعمامة ده اللي يقول نعم الشيخ الثاني ما يقوليش ما يعلمنيش ديني ما يحرمنيش ويحلل على مذابه شيء بصراحة يخلي الواحد كل شوية للناس دي تشتغل لمصاحة لا يمكن لا يمكن تيجي تقولي النهاردة وإحنا عندنا مشروع ضخم اللي عملها قد نجي كلها نيجي نتكلم النهاردة وعاستيعمل بلبلة وتقول للناس فالناس تطلع تضرب أخباس وأساس فلوسنا وطلعوا الآخرين ياخدوا الموضوع شفتوا قلنا لك هو فلوسكو ويبدأوا ها وقللك شفت السلافين قالوا عايزين نسدد فلوس مصر من الديون يا عم ده السبع مليار هيعملوا ايه في الديون وأنتم تكلموا خلاص طب ما تدور فلوسكم وانتو تسدد بها الديون وانتو عندوكم مليارات عندوكم مليارات ولا ما عندوكوش سين سؤال لديكم مليارات ولا ما لديكوش مليارات لديكم مليارات نعم بيجي لكم فلو ايوة معروف معروف طب سددوا فلوسكم انت تطلق الدعو منكم وإحنا كدعو وعنلم الفلوسنا عندنا ويحطاها ما تشكرين وأحيكو كل يوم عشر مرات او الحلقة لحد اخر الحلقة عشر مرات زي سندوق تحي مصر كده 37037